معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد دكتور أحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية الكاتب والمحلل السياسي دكتور أحسان قبل الحديث عن الجانب السياسي المتعلق بانتهاء عمر البرلمان ومحاولة تمديده الآن الرأي العام متفاعل مع قضية الإعدامات والرد على مقتل عدد من العناصر الأمنية على يد تنظيم داعش لإرهابي رئيس الوزراء في مؤتمره الأخير الأسبوعي لمحا إلى أصابع سياسية تقف وراء تفعيل مثل هذه الجرائم تسريب الأسئلة حرق الصناديق ولكنه لم يكشف عن تلك الأصابع أليس من الأولى لإرضاء الرأي العام أن نمضي إلى مثل هذه الخطوة الجادة التي ربما تجدد الثقة بالحكومة شكرا على الاستضافة حياتي لك دكتور ولمشاهدي قناتكم الكرام رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي لا يأخذ الأمور في جانبها الشخصاني على الاعتبار أن القضايا المرتبطة بالتزوير وتسريب الأسئلة أو حتى قد يكون هناك من تورط في كثير من القضايا الأخرى هو يعتمد الآليات الدستورية والقانونية وهي الكفيلة بكشف من تورط في كل الأحداث السابقة خصوصا إذا ما نظرنا إلى طبيعة أداءه على مستوى المواقف والأزمات التي حدثت لم يمضي باتجاه الشخصان وتسمية الأمور هو يترك القضايا وكشفها إلى القضاء العراقي أعتقد أن الثقة هي متوفرة من خلال الصلاحيات التي يمكن أن تنظي بها الحكومة يعني هو تحدث عن قضية التوجيه بإعدام الإرهابيين الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية وحدث هذا التنفيذ بحكم صلاحيات الحكومة التنفيذية أضف إلى ذلك فيما يبدو بأن الدكتور حيدر العبادي ومن خلال اجتماعه سواء على مستوى جهاز بكافحة الإرهاب أو حتى على مستوى قيادة العمليات المشتركة فيما يبدو بأن هناك مرحلة من الانقضاض على ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي لكن أنا أتفق معك أن هناك جهات سياسية باتت تقتنص هذه الأحداث وتعمل على إرباك وخلط الأوراق ومن ثم محاولة إيجاد فجوة ما بين المواطن من جهة القوات الأمنية من جهة أخرى مرجعية النجف أيضاً المواطن من جهة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى مرجعية النجف في خطبة الجمعة أيضاً حملت الطبقة السياسية مسؤولية ما يجري من تفاقم لانهيار الملف الأمني والانشغال بالتحالفات السياسية ونتائج الانتخابات كما ذكر ذلك خطيب النجف بالمقابل هل نحن أمام أزمة دستورية مقبلة ربما تفاقم الوضع السياسي أكثر تعقد قضية التحالفات نمضي ربما إلى ما هو أبعد من حرق الصناديق وربما أبعد من إجرام داعش لأيام المقبلة في حال حصل هذا الفراغ الدستوري دكتور زيد أنا لا أمضي من أن هناك فراغاً دستورياً نعم نحن أمام تعطيل للبرلمان يعني غداً سيكون آخر يوم في عمر البرلمان العراقي سيكون هناك فراغاً تشريعياً مرتبطاً بعدم وجود البرلمان العراقي وهو فراغ دستوري لكن هو ما بعد بمعنى أشكالية دستورية نعم القضية هي ليست قضية فراغ دستوري على اعتبار أن هناك آلية وضعت داخل الدستور العراقي تتيح إلى حد ما يعني وجود آلية معينة فيما يرتبط بعمر البرلمان العراقي أو حتى الحكومة ووضعها الدستوري ممكن تنور نبيها دكتور إذا أمكن هذه الآلية يعني قضية التوقيتات التي وضعت حتى وأن تأخرت يعني قضية المدد فيما يرتبط بالانتخابات بالتحديد وعمر الانتخابات وأيضا الفترة ما قبل انتهاء العمر البرلماني هو هذا بحد ذاته يعني يعد آلية وعمر محدد فيما يرتبط أو توقيت محدد فيما يرتبط ولم يضع له الدستور العراقي نعم سبقتني المشكلة أن الدستور صمت وهذا أنا لا أمضي باتجاه الفراغ الدستورية يعني الصمت الدستوري أنه نعم قد يكون خللا لا بد أن يتم تلافيه الصمت الدستوري لا يعني وجود خلل بقدر ما أن الموضوع قد يركن إلى المحكمة الاتحادية نحن أمام فراغ تشريعي على اعتبار أن البرلمان هو بدورين تشريعي ورقابي هنا يمكن يعني هذا الأمر متروك إلى السلطة أو المحكمة الاتحادية هنا يمكن للمحكمة الاتحادية هنا رست قانونيا لكن يمكن للمحكمة الاتحادية أن تأخذ دور الرقابة على اعتبار أنه إذا ما كانت أي من المؤسسات الدولة انطلقت بقانون أو بقرارات لا تتوافق مع الدستور يمكن لأي مواطن وليس لمؤسسة معينة أن يمضي باتجاه المحكمة الاتحادية كجهة رقابية هنا تحدث الرقابة تتحول يمكن للمحكمة الاتحادية أن تسقط أي من القرارات التي يمكن أن تتخذ وهذا يحتاج لتوافق سياسي بمعنى آخر يعني حينما تدخل المحكمة الاتحادية على الخطة دكتور أحسان في إطار أن تأخذ الدور التشريعي المؤقت حتى يلتئم البرلمان الجديد نحن أمام نحتاج لتوافق سياسي آخر المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية لا يحق لها أن تأخذ الجانب التشريعي أبدا لا يحق لها أنا أتحدث عن يعني إمكانية الفصل في الخلافات التي يمكن أن تنشأ نتيجة قرارات يمكن أن تصدر يعني المحكمة لا يحق لها أن تمضي باتجاه الجانب التشريعي دكتور أحسان الشمري لكن أنا أمضي بأن شكرا جزيلا لك معذرة انتهى الوقت دكتور أحسان الشمري أستاذ علم السياسية كاتب ومحلل سياسي كنت معنا مباشرة من بردد ترجمة نانسي قنقر